أكد رئيس عبدالفتح السيسي أن ثورة 23 من يوليو أرخط لإستقلال مصر الفعلي وسيادتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطنية وأشار الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة إلى أن من عادت الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبرة التعلم من الماضي لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وشهدت تاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتدى ليؤسس المكان الرفيعة لمصر المستقلة وهذه اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا ولعل من عادات وتقاليد الشغوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمر مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وسون قرامة الوطن ومواطنية وبزل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئة الأكثر احتياجا